اشتركوا في القناة ارسل لي بالامس احد الاخوة مقطعا لأحد كاترة الازهر وهو يتكلم عما يسمى بالصلاة العظيمية طبعا يا حبيبي في البداية بقول ان الازهر مؤسسة عريقة جدا اخرجت لنا اجيالا في قمة العلم وفي قمة التقوى والادب والورع بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن في الفترة الاخيرة يعني لاحظتوا انه يصدر لنا ولكم على شاشات التلفاز وفي السوشيال ميديا نمازج او بعض النمازج التي اساءت الى الازهر الشريف كمؤسسة عريقة هذا الدكتور يتكلم عن الصلاة العظيمية بيقول ان اللي يقرأها سبعين مرة قبل الفجر يرى النبي امامه ومن قرأها اتنين وتسعين مرة مش عارف ليه مش ميت مرة يعني ليه خليها اتنين وتسعين كانت بمثابة السيف القاطع لقضاء الحوائج وبعدين تكلم بقى عن انها من اعمال الصالحة العظيمة التي لا يضرك معها اي شيء واستدل بحديث ضعيف رواه الطبران في الكبير بسند ضعيف كما ذكر ذلك العلامة الالباني في كتاب ضعيف الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ يومه بعمل صالح وختمه بعمل صالح قال الله عز وجل لملائكة لا تكتبوا سيئات عبدي بين هذا وبين ذاك ولا حول ولا قوة الا بالله ثم بدأ الدكتور يتكلم عن الصلاة العظيمية ويقول ان اي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مخبولة لكن الصلاة العظيمية بالذات بيقول لها مكانة خاصة جدا وذلك لمكانة احمد ابن ادريس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا انا لا اعلم من هو احمد ابن ادريس لكن هل مكانة احمد ابن ادريس اعظم من مكانة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله طبعا لا يمكن يكون هذا لان الصحابة رضي الله عنهم وارضمهم خير البشر على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين ثم بدأ الدكتور يقول الصلاة العظيمية السيغة بتاعة الصلاة العظيمية ان تقول اللهم اني اسألك شو غبالك بقى ان احنا عندنا في سنة النبي ما يكفينا صلى الله عليه وسلم لتفريج الهموم والكلوب الى غير ذلك فهم بيألفوا اوراد عجيبة جدا وبينسبوها لاناس قد نعلمهم وقد لا نعرفهم خبالك كل هذه التأليف عجيبة جدا نحن لا نحتاج اليها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فبيقول بقى ان الصلاة العظيمية السيغة بتاعتها اللهم اني اسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ اركان عرش الله العظيم خبالك بقى فقامت به عوالم الله العظيم ان تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة تدوم بدوام الله العظيم تعظيما لحقق يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم والحقيقة انا اتعجب غاية العجب من هؤلاء الناس الذين ينشرون تلك الخرافات وكأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في تبليغ الرسالة مع أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا تعالوا نكمل يا حبيبي في التعليق على موضوع الصلاة العظيمية ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيبي بنعلق على موضوع الصلاة العظيمية التي ذكرها هذا الدكتور الذي ينتسب لتلك المؤسسة العريقة العظيمة مؤسسة الأزهر الشريف هو بيقول إن هذه الصلاة من كرأها سبعين مرة قبل الفجر سيارة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ومن كرأها تنين وتسعين مرة ستقضي كل حاجات هذا الإنسان ده أبدا كان سهل بقى نعلم الدنيا كلها الصلاة العظيمية وتنتهي مشاكل البشر جميعا والكل يغتني والكل يرى النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول بهذا الكلام إنسان عقل المولى عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترقت من خير إلا وقد دلتكم عليه وما ترقت من شر إلا وقد حذرتكم منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مرضود عليه فلسنا بحاجة عشان نألف أوراد وأشياء واللي يقول لك حزب البحر لو ما نقرأ حزب البحر تقضى له الحوائج ويلقى عليه المحبة من عند الله ومش عارف وتكون سببا في حماية تلك المدن إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب وخبالك عندنا في سنة النبي وفي هدي النبي ما يكفي وزيادة محتاج إيه؟ محتاج أن ربنا يفرق كربك المولى عز وجل جعل أسبابا عظيمة جدا لتفريج الكروب كل عمل صالح يكون سببا لتفريج الكروب الدعاء في جوف الليل حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليك بجلاله وكماله وأنت تدعو أن ربنا يفرش كربك يفرش كربك إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال لأبي بن كعب إذن يعني لو جعلت الساعة كلها صلاة علي إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك الله أكبر يعني يكفيك كل الهموم ويدخلك الجنة لأنه لو غفر ذنبه لأدخله الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن دعوات تفريج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم ده برضو ضع تاني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفس طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفس طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت دعاء سيدنا يونس عليه السلام من أعظم أسباب تفريج الهموم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الاستغفار نفسه سبب رزقه تفريج الهموم فكلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارب فهؤلاء يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغلون جهل العوام وحاجة الناس ومعاناتهم أشد المعاناة الناس بيعانوا أشد المعاناة فمتعلقين في أي حاجة تقول لهم لو قلت الدعاء دوات ربنا هفرج كربك والرزق سيأتيك يوم أيلو هو يعني مش عارف تمام زي برضو دكتور آخر يقول لك حط المصحف على عينيك وقرأ مش عارف أي كذا تسعين مرة هتلاقي الأموال تحت رجليك في حد يقولي الكلام ده ويقولك مش عارف من قرر هذه الآية متين مرة هيلقي الأرزق مش عارف إيه ويأتيه مال مثل مال مش عارف مين وحاجات كده يا جماعة هذه الكلمات وهذه الأشياء انتشرت جدا على السوشيال ميديا لعلم هؤلاء بحاجة الناس إلى المال وإلى تفريج الهموم والكروب لكن عندنا الطرق الشرعية اللي موجودة النبي صلى الله عليه وسلم دلنا إن من كان عليه دين ويحتاج إلى المال أن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك هذا هو الدعاء لسداد الدين وتفريج الكرب في أمور المادية بفضل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة كيف نصلى عليك ذكر لهم الصلاة الإبراهيمية ليه الجزء التاني من التشاود اللهم بصلي على محمد وعلى آله محمد إلى آخره ما قلومش بقى الصلاة العظيمية ما قلومش حزب البحر ما قلومش مثل هذه الأشياء فأرجو من حضراتكم يعني كمؤسسة كمؤسسة الأزهر الشريف أن تتحرك لأن هؤلاء يسيؤون إلى تلك المؤسسة العظيمة العريقة التي خرجت لنا نمازج عظيمة من العالماء حفظكم الله وبارك الله فيكم وجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته